برجر والسوسيس الحياة دي مكانتش من ثقافتنا أصلا إحنا كان ثقافتنا زمان الجبن القريش والحياة القديمة دي واللحم التاصل والحياة دي كانت كويسة كانت صحية عندنا كده أبو كراط اللي هو أبو الطب كان دائما بيقول المقوله مشهورة أيوي هو لياكن طعامنا دوائنا ودوائنا طعامنا يعني أنا الأكل لأنه هاكله ده هو لها حدد مصير شكل جسمي يعمل ازاي والأمراض اللي ممكن تصبني بعد كده زاي بلنا نحن نشوف دي بقتي أمراض قلب وشاريين في ناس تحت التلاتين سنة الكلام دي كانش بحصل خالص يعني كنا عشان نقول حد جالو زبحة يعني كنا بنتكلم في خمسين ستين سنة لقد دي بقتي بقنا نشوفها تلاتين ستة وعشرين كمان 18 سنة انتشوردة جاي من النمط الحياة اللي بقى كسل أو كله عايد مسكت تريفون عطول كمان مع الأكل اللي هو بقى أغلبه جونك فود بنطلب ديليفري بنجيب أكل من هنا بنجيب أكل من هنا ما منبصرش الكواليتي بتاعت الأكل دي عامل ازاي فهذا بدأ ينشر السمنة في فئات عمرية ما شوفناهش قبل كده يعني بدأ دلوقتي الأطفال نفسهم مصابين بالسمنة بيجبر من هو بلغ عنده سمنة وبالغ بعد كده مسنة عنده سمنة الموضوع بقى مراهق عنده سمنة الموضوع بقى منتشر في كل فئات العمرية